يا هلا فيكم بقناة ساشة تيوب كيفكم حبايب ان شاء الله طيبين وبصحة وعافية اليوم رجعت لكم بقصة جديدة اتمنى تستمتعوا قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي باشتراكوا لايك وشير والله يسعدكم على دعمكم لي ومرأ أحبكم ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة أنا بنت وتزوجت وأنا صغيرة لما تزوجت كنت بالمدرسة أنخطبت لولد عمتي وتزوجنا وقتها كان عمري 15 سنة وهو أكبر مني بخمس سنوات المهم سكنت عند عمتي بغرفة وفي حملة الأول رحت زيارة عند أهلي وقتها أمي أخذتني لعند أخوات المتزوجات عشان كده تركوني أهل زوجي عند أهلي 6 شهور أين ولدت ولدي الأول وصاروا عمره شهرين جوا أهل زوجي عشان يرجعوني المهم وهذا الشي اللي أقوله مرة مهم ركزوا معايا كان زوجي يرجع كل يوم آخر الليل سكران مطفي وكان يلعب القمار وأتاري عمتي اللي هي أمه زوجته عشان يمكن يعقل بصراحة ما عدريش أقول كنت كل شهر أزعل ببيت أهلي لأنه بخيل مرة حتى مصروف الأولاد أو روضة لبنتي الصغيرة ما يوفرها أنا كنت متحملة أعيش معاه عشان أولادي الآن صار عندي خمسة أطفال أصغرهم سبعة شهور وعمري الآن ستة وعشرين سنة الآن ليه شهرين عند أهلي تخيلوا وداني عندهم بدون سبب على إنها زيارة وكنت رافضة إني أنزل من السيارة لكنه أصر إني أنزل وتفاجأت ثاني يوم أنه نقل أولادي من المدرسة لمدرسة جنب بيت أمه وسلموا الشقة اللي كنا ساكنين فيها وباعوا عفش البيت الآن بدأ يرفع قضية شقاق ونزاع بينه وبينه تخيلوا لدرجة إنهم سرقوا أوراق ثبوتية زي الهوية وجواز السفر عشان أتأخر أنا برفع قضية نفقة للولد الصغير طبعا هم أخذوا باقي أطفالي مني ثلاثة أولاد وبنت وأنا أخذت الصغير لأنه رضيع ساعدوني إيش أسوي مع العلم حتى مهري بعد الزواج أخذوا مني زوجي نفسية تعبانة عن إفراغ أطفالي لحد يقول أتخليتي عن أطفالك أنا والله حاولت كثير إني أبقى بالبيت عشان أكون جنب أطفالي لكن أمه هي اللي حاولت تفرقني عنهم وأخذتهم لبيتها ساعدوني بدون تجريح بالكلام أنا صاحبة الدين ومن رواة قراءة القرآن والصلاة هو عكسي تماما أمه سوت كل ذا بس لأني أنا علمت أهلي بخبايا ولدها إنه مدمن وحق قمار ساعدوني الله يسعدكم أنا أقولك يا صاحبة القصة أبدا لا تسكت عن حقك وروح اشتكي عليه للشرطة لأنهم سرقوا أوراقك الشخصية وراح يجيبون الأوراق غصبا عنهم بعدين أرفعي عليه قضية بالنفقة وطالبي بحضانة أولادك وبعدها أطلبي نفقة للأولاد وقولي للقاضي إنه حك شراب وخراب وراح تكسب القضية أكيد القصة الثانية تقول صاحبة القصة أنا بنت متزوجة وعمري 30 سنة وعمر زوجي 36 وعندي طفلين الأول 12 سنة والثاني 10 سنوات أحب زوجي مرة ويحبني ونعيش حياة حلوة كنت في يوم بالبيت في الصباح وأشتغل عادي شغل البيت وأولادي في المدرسة فجأة دخل زوجي وقاعد يضربني بقوة حتى بدون ما أعرف إيش السبب ألين طلع جواله ووراني صوري الخاصة والصور اللي تصورتها في البيت الصور هبالة وعباطة تصورتها بكل عفوية مع أولادي وصلته من إيميل غريب جاء وضربني وقال إني أخوني والصور ذي دليلة على الخيانة أنا قاعدت أحلف لزوجي كثير إني ما خنته لكن زوجي ما صدقني وطلقني ورجعني البيت أهلي مكسورة وما لقيت أي فكرة عن الطريقة اللي أخبر فيها أهلي بالموضوع بس في الأخير استجمعت كل قوتي وحكيت لهم كل اللي صار والحمد لله أهلي صدقوني لأنهم يعرفوني لأنهم يعرفوا كيف ربوا بنتهم وإنهم استحيل تخون زوجها جاءتني أمراض نفسية كثيرة واكتأبت وبعد فترة تحسنت وبدأت أسمع إنه زوجي منع أولادي إنهم يزوروني بعد ما عمل لهم فحص دي أني إيه عشان يتأكد إنهم أولاده وسمعت إنه خطب أخت سلفتي اللي اعتبرها أكثر من أختي بصراحة ما تأثرت بزواجه ولا انقهرت ولا شي لأنه يكفيني الشي اللي صار لي وبسمعتي قدام كل اللي يعرفني ويعرف أهلي بعد ما حالة النفسية تحسنت شوي جاني أخوي وقال لي إنه راح يدور على الحقيقة ويسوي كل شي عشان يثبت براءتي وفعلا راح استفسر من مصادر كثيرة إليه الفهم إنه في طريقة لاستعادة الصور المحذوفة من الجوال ولأنه يعرف إنه بيعت جوالي قبل كم شهر سألني عن المحل اللي بيعته جوالي ودليته عليه هنا كانت صدمة عمر بالنسبالي وطلبت مني إني أروح معاه عشان أدله رغم إني كنت رافضة حتى إني أوقف عند الشباك عشان محد يشوفني لأني حرفيا صرت ما أقدر أخرج قدام عيون الناس الظالمة المهم رحنا للمحل ودخلنا وتخيلوا إنه الموظف اللي اشترى مني الجوال عرفني على طول الحمد لله أخوي محامي مو من الأشخاص المتسرعين والهمجيين قام أتكلم مع الموظف بهدوء وقال له عن قصتنا وقال إنه ما راح يخرج من المحل قبل ما يعرف الحقيقة أو لمين باع الجوال إجابة الموظف كانت زي الصاعقة بالنسبة لنا كانت إجابته إنه تذكرني لأني وقت ما بعت جوالي عنده كانت معايا سلفتي سلفتي رجعت بعد وقت قصير بعد ما بيعنا وخرجنا ودفعت له قيمة الجوال قالت له إني أنا أرسلتها عشان أبغى يرجع جوالي وقال الموظف أنا مستعد إني أشهد قدام أي أحد حتى كاميرات المحل سجلت كل شيء ذاك اليوم هنا كان شعوري ما يوصف فرحت براءتي وصدمتي بسلفتي اللي حبيتها أكثر من أختي وقتها فهمت إنه كان هدفها طلاقي عشان تزوج زوجي لأختها رجعنا للبيت وكان في اليوم الثاني زواج طليقي وقتها راحوا أخواني للزواج في قسم الرجال ومعاهم موظف محل الجوالات وقال كل شيء قدام كل الحضور أخواني ما هم قاصدين يفضحوا سلفتي بس عشان يبينوا براءتي لأن زوجي من نفس الحي اللي نسكن وأغلب المعازين من نفس الحي وهنا ظهرت براءتي وفي نفس اللحظة تطلقت سلفتي من زوجها وطلقت طليقي أختها وفرحتي ما توصف بظهور براءتي وبكشف اللي طعنتني بظهري وتقدم لطليقي مرات كثيرة وعطاني حقوق مرة كثيرة بس عشان أقبل أرجاله أنا وافقت أرجع له بعد ما ضمنت منه حقوقي بشكل أكبر وعيون أهل زوجي لي الآن عيون نادمة يطلبون مني السماح بعد ما ما خلوا ولا بقوا ولا كلمة ما قالوها عني وقبلت أرجع له بس عشان أولادي وحبيت أقول لكم قصتي عشان تدعو لي وتتطعضوا وتاخذوا الحذر من الجوالات ومن الناس القريبة قبل الغريبة الحمد لله إنه ربي نصريك وأظهر الحقيقة يا رب أم كده في ناس وصخين مهما كانوا قريبين منك وبكذا انتهت قصتنا لليوم ويارب تكون استمتعتوا وإذا حابين أسوي كل أسبوع فقرت قصص المتابعين أرسلوا لي قصصكم أو مواقفكم أو هشاتكم على الإنستا وأنا أقولها رابط الإنستجرام في اليوتيوب في الوصف أو في التك توك في البايا في أمان الله رابط الإنستجرام في الوصف أو في التك توك في البايا